أهلا بحضراتكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء لاستعراض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء ووجه الرئيس السيسي بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحية لمحافظة جنوب سيناء عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات تنمويا وعمرانيا وسياحيا وثقافيا وذلك في أطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقاومات كل محافظة وفقا لطابعها الخاص وميزاتها التنفسية وفي ذلك السياق شهد الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء خاصة مدينة شرم الشيخ والجهود الرامية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة بما يعزز من مكانتها السياحية لسيما في ضوء اسمها المتميز عالميا وتطرق الاجتماع أيضا إلى متابعة مشروعات التنمية بطابة ونويبع وأبورديس والطور بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات مشروع التجل الأعظم بمدينة سانت كاترين الذي يسعى لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية حيث حرص السيد الرئيس على متابعة الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع تمهيدا لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد مع استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظة خاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة وإعطاء هذا الأمر أولوية مشددا كذلك على ضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة المقدمة لهم في مختلف المجالات اشتركوا في القناة